لم يتخيل أبناء قرية تونس الواقعة على ربوة عالية في أحضان بحيرة قارون في محافظة الفيوم أن زيارة عابرة للسائحة السويسرية إيفيلين بوري قبل خمسين عاما ستغير وجه القرية وتجعلها قبلة الباحثين عن الإبداع والجمال في ريف مصر إيفيلين التي تحيا كالريفيات أقامت مدرسة لتعليم حرفة صناعة الفخار بين أهل القرية لتتحول القرية إلى مقصد سياحي شهير يتردد عليه الأجانب والمصري والله الفكرة دي جاتني من عند الأستاذ وسواسف هو اللي كان بيشتغل مع لسه بيعملوا فيه سجاجات في الحرانية وفكرته أجبتني جدا سنة التسعين يعني في الأول جينا وكاننا بنبني ونامل وكده ونامل فخار لنفسنا عشان نشوف الفن شغال ولا لا وبعد كده عملنا المدرسة ويشعر من يعملون بمدرسة إيفيلين بالفخر بعد أن بات لقريتهم مهرجان سنوي للخزف والفخار والحرف اليدوية كما باتت تعرض منتجاتهم في أشهر المعارض الدولية ما غير حياتهم للأفضل لما مدرسة الفخار ما كانش يبقى فيه فنادق لما مدرسة الفخار ما كانش فيه ناس بتشتغل في تونس لما مدرسة الفخار ما كانش يبقى فيه ناس سياحة هنا كتيرة نفسي كمان في المدرسة أن أنا أخش كلية فنون تطبيقية عشان فيها قسم خزف وكمل شغل يعني أعرف أكتر عن الفخار ولا يكاد يخلو منزل بالقرية من ورشة صغيرة لتعليم الأطفال فنون صناعة الخزف والفخار التي باتت مصدر رزق وإلهام لكثير من سكان القرية فيه أطفال بحاول أعلمهم وده يعني دفري ما فيش فلوس فبجيب الأولاد في الأجازة وبعلمهم حاجات تنميهم تنمي عقلهم وتنمي ثقافتهم وبمرور الوقت أقيمت بالقرية فنادق ودوروا ضيافة على طراز الريفي من الحجارة والطوب اللبن اشتهرت بتقديم أطعمة رفية حتى باتت قبلة الباحثين عن الهدوء والطبيعة الخلابة كل الستراكشر بتاعنا معمول من الحجر والأوباب والأبوات كلنا حاولنا في قرية تونس أننا ناخد الطراز بتاع حسن فتحي وكل واحد بقى بالحتة اللي في دماغه بيضيف الحاجة اللي بتريعه ودوما ما كان يعمل غالبية سكان القرية الذين لا يتجاوز عددهم خمسة آلاف نسمة بالزراعة والصيد ورعي الماشية لكن السياحة الريفية فتحت أمامهم أبواب رزق أخرى قرية تونس أصبحت مقصدا سياحيا وموطنة لصناعة الفخار الذي زع سيطه في المعارض الدولية بفضل سواعد أبنائها لتمثل هذه القرية نموذجا فريدا يتعانق فيه جمال الطبيعة مع حركة العمل وتراجع نسبة الفقر والأمية والبطالة بين أرجائها بصورة تبعث على البهجة بين سكانها مسلم قنديل الحرة من قرية تونس بمحافظة الفيوم جنوب غرب البلاد ترجمة نانسي قنقر